يو حنيني يو حنيني يبغي سطيني يوجي هيا وتزورها في الواق مكيش معامن وما كيش معامن كلي تيحط البير تيحط الطالف دياله بحالة حطو في بيرو دي بلاصم بحالة حطو فاش بحالة حطو فاش بيرو دي بلاصم تيتسنى الغدمة وتسنى وليد الخدمة ادا نابش نغول لكم pour la première fois j'étais très 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 occupé ce jour-là et... peut-êtreolkο le programme sora changé يحيلوين تيحكم ادا باكش اللقنا لكم واللي حلنا نهبونا على معطاية أساسية وليس زائدة زقلوفية تعقق قلنا لكم بأن اللي ما متبعش المكسيكي ذاك المسلسل التركي أو المكسيكي أو إلى آخيره غير زقلف غير قراسوما في التركي إلا مكسيكي ما عارفتش ينمي قلنا لكم أن هناك أمور تطبق على نار هادئة وأن هذه الفترة الفاصلة إلى غاية عشرين شو تنبر الأهم منها هي هذه الفترة الفاصلة إلى غاية انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي بر مجت النهار خمسة عشر شوتين بير الفين ثلاثة وعشرين وإن هناك مفاوضات سرية بين الباطروناء الأمناء العامين ديال المركزيات النقبية على صعيد الأمان العامة والباطروناء ورئاسة الحكومة باش الطرفين كل واحد التازم بدك الشي اللي وقعوا في الحوار الاجتماعي ديال 30 أبريل وكم شتقبل أن أول حاجة كانت حطات أن الحكومة كانت جيد جيد سخية وعطات دعم سخي بالملايين مقابل تنزيل قانون الإضراب قانون النقبات مدونة الشغل اللي تكلف بها يونس السكوري وزير الشغل وبدأ هاد الورش اكتوبر من السنة الماضية وجيين خدامين حسي مسيحين تهم هاد الحكومة ميني جات قال لك ما كنا حسي مسي الدق اسكات بق بربلق تواحد ما يتصرفق تواحد مسيق الخبار خدامين واللجنة ديالت صلاح صناديق تقاعد تقوين تشخيصي دياله والبرمجة ديالها لمكلفة بها تهي فتاح الأستاذة فتاح وزيرة المالية خدام سكوتي مكوتي ولجنة ديال الحوار الاجتماعي اللي داروها في هاد أبريل اللي فات 25 أبريل 2023 خدامتي في سكوتي والمكوتي ونعرف جميعا اللي قال سين من النقابات الذين يشاركون في هذه اللي جن لجنة خدام مدير إعداد الميزانيات لقجع هي ديال الحوار الاجتماعي لأنه هو مشقر هو اللي في الدو الشغل هو اللي تدير الانعكاس المالي هو اللي تدير يعني إعداد الميزانيات التقاعد وإصلاع أنظمة التقاعد إلى آخره ففتاح العالمي ولاشنا وزيرة المالية اللي نمكلف به ويونس السكوري سكوري يونس عرفته ديال الشغل والكفاءات والمقاولات وطا طا طا عنده بزاف بزاف ديال التعويضات علش هما دول كتيشدوا وزارة وجوج تقول لي غشار لأن فيها التعويضات سمينة ومتعددة وعطى الله المستشارين وعطى الله الكتاب العامي اللي يخدموا وعطى الله اللي جانب تقنية اللي يتخدموا وعطى الله وعطى الله المديريات وماله ووزيده تعطيه تاربعة الوزارات في شدة أنتعويضات سمينة يونس السكوري كان مكلف بمداره التشخيص التقويمي لديال سندق التقاعد ولا ديال ولا هذي التفاوض اللي كانوا داروا ديال قال لك بغا يديروا تعديلات كلها تعديلات لم يحزنون في مدونة الشو ذي الشي اللي كانوا صنعوا عليه اعقار وزمارة هو اللي غايش نجز وبالاعمارة قلت لكم هنا كانوا آخر آجان اللي كانوا موقعين عليه هو 15 يوليوز 2023 لأمنا العامين دك 3 دك 3 ليمتز دك 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 الأمنا العامين ديال موقعين باش ينزلوا دك شي الآن تديروا ديال شدي والمدي والهدي والفدي والخدي ومارا مطافقين باش يديروا التبريرات من أنهم غادي نزلوا لأن المجبارين أن الشطر الثاني ديال الطفاق ديال الحوار الجماعي ديال العام لي في 30 أبريل خصو يتنزل خصو الناس يتخلصوا في الشطر الثاني كانت دارت 10 في المياه وتقسمت الجوج 5 في المياه الشتان بيرليفات وخمسا في المياه شتان بيرليفات وخمسا في عين أنا بعد المقاولات ودك شم غاش تطبق للأول والتاني لأن باقي عند شحوي إعفاء الضريبية ودي القرم تسموها شتسموه تسموه شنا وق الدعم دعم المقاولات وهذا اللعيبة إذن قلت لكم قلت لكم راكين قانون الإضرب قانون النقابات مدون الشور هاد الشي اللي غادي نزلوه دلك وبدأ وتمسكو فيه وبدأ وتدير اتوير الزوبة على بيغ تيغباص بهادي كوجات واحد أشكون واحد الموقع إخبار مشهور وقال لك أول ديما قال لك أن بن مسلاح ولاح القورة المالية ولاح الإصلاح الإدارة وقال لهم شدو علي هذيالكم شدو علي همكم را الفلوس ما كين في حين أن بن موسى كمل والمركزية النقابة العمالية را كملت وقعت بن موسى الصادق وهو أصلا مصادق عليهم من ديبار را في 14 يناير ومصادقين را مرص هم هذي سويا يكملوا يصيف طول الأمن العمق أمن العمق أطمق الزعان الوزارة تقول لهم يلا دخلوا المسلس الحكومي قرجوا ديروا لي تخرب يشاق وصيف طول البيت النار يعني اللاقار يتنشر في الجريدة الرسمية الشي اللي سنقولوه هو اللي هاما خرجو كتاب عامين أعضاء في المركزيات النقابية أخبرو وقال لكم مدير القادية ها فيها وفيها 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 وخاصك تكون متبع بين موسى منعار حط رجليه احنا رقب هل ما يجي وحنا متبعين ما يعني انت يقولوا أمزاز يا رقدي رجاع وهذاك رجاع وحد كان دوية ولا ما عدفين في أقادير قال لك غدي يجي وهذا وحنا ديرتين النهار اللي يجي بالموسى وحط الرجلون نهار 15 أكتوبر 2021 عامين هذي قريبة قال لك حوليني وحوليني كاملين حولي بقرونق صيقرونه وفعلا شهر عشرة غيرت تعلن على النتائج آخر الشهر غيرت رجولكم غيرت نشره في الجاردة الرسمية وتخربش هذه المجلس الحكومي لتيبقى فيها هما دكاترة القطاع فعلا هاد الملفليكان اللي التسوية هاد الخبرات والكفاءات اللي خارجين وزير التربية الوطنية يقول لك حنا بغينا الكفاءات والخبرات ديال الدكاترة ويبقوا في القطاع وناد الميراوي يا الميراوي ولغاق سبعميات منصيب تحويلي بشي حلو ديك المشكلة ديال الدكاترة المعطالين بشي حلو شي بشي ولكن لقوهم فرقين ولد عمي تنصيقية هيئة جمعية الى اخرين ثلاثات الرؤوس وعندهم مطلب واحد القومين يدخلوهم تلوقت اللي كان ملفل التسوية وموزع على سنتين الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين الفين واثنين وعشرين كان مبرمج النظام الازاتي تنزل وكل شي تنزل وجاءت النقابات وقالت يكنوا آثير تجويض العرضي على البرمجة الزمنية وتتعطي فرصة اللي الحكومة واللي بن موسى بشي تنصلهم الالتزامات ديالهم ومارت يقلبوا على أوريشيل الآن ما دا تحقق أوريشيل فقط والمتصرفين والتعويضة تكملي الادارة فقط لا غير في حين انه بشي تدوز منصب ديال التعليم العالي تتلقى على المقاس وعلى المقاس المقاس في علم دور مئة وعشرين